السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم استر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي والنهاردة ان شاء الله مع اصحابي في KG1 هنشرح منهج discover الترم التاني و كنا شرحنا المرة اللي فاتت لحد page 4 او صفحة اربعة وكانت دي نهاية الدرس التاني او listen to والنهاردة ان شاء الله هنشرح الباقي بتاع chapter 1 او الفصل الاول on a roll اللي هو بيكلمنا عن حركة الاشياء وازاي الاشياء بتتحرك وده طبعا في المحور التالي how the world works او كيف يعمل العالم الفيديو ده ممكن يكون طويل شوية بس ده هيبقى مرجع ليكو ترجعوله في اي وقت لو حابين ترجعوا على اي صفحة في الفصل الاول اللي موجود في المحور التالت زي ما احنا قلنا وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معاك الكتاب يكون معاك كشكول صغير تكتب فيه الملاحظات الجميلة بتاعتك وتذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وطبعا احنا لسه بنكمل chapter 1 on a roll او حركة الاشياء وده بيكلمنا طبعا عن حركة الاشياء المختلفة وده المحور التالي how the world works كيف يعمل العالم ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معاي وطبعا دي بيج 5 او صفحة 5 ويعنوانها materials in our room materials اللي هي المواد زي ما احنا عارفين المواد طبعا او المواد الخام اللي هي بتصنع منها الاشياء in في our room غرفتنا او الحجرة بتاعتنا اللي احنا قاعدين فيها وهنا بيقول لنا circle circle يعني ضع دائرة the object حول العنصر that is made المصنوع من of the material written above it اللي مصنوع من المادة اللي مكتوبة فوق منه فهو هنا مدينا مجموعة مواد مكتوب كل مادة فوق كل صورتين مكتوب فوق منهم مادة معينة المفروض ان هي الماتيريال او المادة الخام اللي بتصنع منها حاجة موجودة في الصورتين دول هنختار الصورة اللي موجود فيها الحاجة المصنوعة من المادة دي وهنشرح ده بالتفصيل دلوقتي زي ما احنا شايفين اول مادة هنا اللي هي الجلاس جلاس او الزجاج طبعا كلنا عارفين الازاز وموجود تحت الكلمة بتاعة جلاس او الزجاج صورة فيها الاداة دي اللي هي بيسقو بيها الزرع وصورة تانية فيها شباك كبير مصنوع من الزجاج وجنبه كراسي وترابيزة فطبعا الاداة دي اللي بيسقو بيها الزرع اكيد مش مصنوعة من الزجاج والشباك هنا واضح جدا انه هو مصنوع من الزجاج يبقى احنا هنعمل دايرة حوالين العنصر ده او الابجكت ده اللي هو موجود في الصورة اللي هو الازاز اللي موجود بتاع الشباك يبقى هنعمل دايرة هنا التاني ماتيريال هي كلمة فابريك فابريك يعني قماش وموجود هنا صورتين صورة فيها كلاسروم او حجرة فصله وموجود فيها الدسكات طبعا الخشب اللي احنا بنوضع عليها وصورة تانية فيها تي شيرت طبعا دا مصنوع من القماش او من الفابريك يبقى هنعمل هنا دايرة او سيركل حوالين التي شيرت ده علشان هو فعلا مصنوع من الماتيريال دي او من المادة الخام دي او من المادة دي طب تالت ماتيريال او تالت مادة بيتصنع منها الاشياء مكتوب هنا متل متل يعني معدن وعندنا هنا اداة الاداة اللي بيسقوا بيها الزرع دي وطبعا التي شيرت الجميل ده طبعا المتل التي شيرت مش مصنوع من المتل بس الاداة دي مصنوعة من المتل او من المعدن طبعا زي ما احنا عارفين المعدن زي الحديد وزي النحاس وزي الالمونيوم وزي اي حاجة معدن ممكن نكون بنشوفها في حياتنا فانعمل سيركل حوالين الصورة دي لان الاداة اللي فيها مصنوعة من المتل ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج نومبر سكس او صفحة رقم ستة وفيها لسه مكملين مع الماتيريالز وهنا مكتوب وود وود يعني خشب ووود او الخشب ممكن يكون مصنوع منه الدسكات اللي في الكلاس الجميلة دي وممكن برضو يكون مصنوع منه الكراسي اللي موجودة جنب الويندو الكبير ده او جنب الشباك الكبير ده يبقى هنعمل سيركل هنا حوالين الدسكات دي ونعمل كمان سيركل هنا حوالين الكورسي والترابيزة والكرسي التاني ده طب الكلمة اللي بعد كده او الماتيريال اللي بعد كده البلاستيك بلاستيك احنا عارفين كلنا ايه هو البلاستيك وفي هنا صورة موجودة فيها زوجكتين مية وفي هنا صورة فيها كلاس بتاعنا والدسكات الخشب الجميلة بتاعتنا طبعا هنحط سيركل حوالين الثو باطلز دول او الزوجكتين دول لانهما مصنوعين من البلاستيك لكن هنا مفيش حاجة مصنوعة من البلاستيك فهمش هنحط اي سيركل واخر ماتيريال معانا او اخر مادة بيتصنع من هالاشياء معانا الباور الباور يعني الورق وعندنن هنا صورتين او صوره اداة اللي بيزق بالزارة دى او صوره هي الاداة اللي بيزق بيها الزارة والصوره الثانية هي الكتاب جميل مصنوع من الورق فطبعا هنا الايداة دى مش مصنوعة من البابر او من الورق لكن البوك دهه مصنوعة من البابر او من الورق فجرنعمل حواليه سيركل وبكده نكون انهينا بيج نومبر سيكس والكلمات الجديدة هنا هي Materials Materials يعني مواد Our Our ملكنا Room حجرة أو غرفة Made of مصنوع من أو صنع من Above بالأعلى Glass Glass يعني زجاج Fabric Fabric يعني قماش Metal Metal يعني معدن Wood Wood يعني خشب Plastic Plastic يعني البلاستيك بتاعنا اللي احنا عارفينه Paper Paper يعني ورق ونتنقل الpage اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لpage number 7 أو صفحة رقم 7 وعنوانها Draw two objects ارسم عنصرين You observe You observe يعني انت لحظتهم انظرهم انظرهم في الحجرة أو في المكان أو في الغرفة اللي انت قاعد فيها Then ثم بعد ذلك Draw أرسم Align خط To its material To its material يعني للمادة اللي هي تصنعت منها فممكن الواحد قاعد في الروم بتاعته دلوقتي يلاقي مثلا T-shirt مصنوع من الأماش أو من الفابرك وممكن كمان يلاقي Cub مثلا والكب ده مصنوع من البلاس فممكن تلاقي أبجكتز كتيرة حواليك أو عناصر كتيرة حواليك مصنوعة من different materials أو من مواد مختلفة فإحنا هنا هنرسم عنصرين في كل بوكس من البوكس دول عنصر وهنوصل بين كل عنصر من العناصر دي بين المتيريال أو المادة اللي هو مصنوع منها والكلمات الجديدة هنا Observed Observed يعني لاحظت Line خط Material مادة وهنا Glass زجاج Fabric قماش Metal معدن Wood خشب Plastic Plastic Paper ورق وبكده نكون أنهينا الدرس الثالث ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معاه ونوصل لبيج نومبر ايت أو صفحة رقم تمانية وده Lesson 4 أو الدرس الرابع طبقا لدليل المعلم وعنوان بيج نومبر ايت هو What Am I Made Of What يعني ما أو ماذا Am I أكون أنا Made Of مصنوع من وينك بيقول لك مثلا كان الأشياء الموجودة حواليك بتقول لك أنا مصنوعة من اي كأن مثلا البايسكل دي أو البايك دي بتقول لك What am I made of أنا مصنوعة من اي كان الكار دي بتقول لك What am I made of أنا مصنوعة من اي من اي أنا مصنوعة من اي فهنا بيقول لك What am I made of أنا مصنوعة من اي أو أنا أكون مصنوعة من Look أنظر At each picture على كل صورة Talk about تكلم عن What materials ما المواد Make of التي صنعت Each object كل أنصر وين عندنا Glass Glass يعني زجاج Wood يعني خشب Fabric يعني قماش Plastic يعني Plastic طبعا ومثل يعني معدن وهنا عندنا Five pictures أو خمس صور صورة للبايك وصورة لل كار وصورة لل عربية التسوق الجميلة دي وصورة لل crayons دي أو للأقلام بتاعت التلوين دي وصورة للشوز دي فأول حاجة عندنا مثلا هنا البايك البايك أو العجلة مصنوعة من اي يا أصحابي شطرين مصنوعة من المتل أو من المعدن طبعا هنبقى عارفين إن البايك دي مصنوعة من المتل وطبعا واضح جدا إن هي مصنوعة من المتل طب ثاني حاجة الكار الجميلة دي مصنوعة من اي يا أصحابي شطرين مصنوعة من المتل برضو وفيها الويندوز بتاعتها مصنوعة من Glass أو من الزجاج فيبقى هي الكار بيبقى داخل المثل او المعدن وطبعا الجلاس او الزجاج تبتالت صورة اللي فيها عربة التسوق الجميلة دي ممكن تكون مصنوعة من ايه اصحابي شطرين مصنوعة من المثل برضو او من المعدن وداخل في صنعات اجزاء منها اجزاء من البلاستيك او البلاستيك زي ما احنا عارفينه فهنا ايه مصنوعة من المثل او المعدن والمقابض او المكان اللي احنا بنمسك منه ده واضح انه هو مصنوعة من البلاستيك طب رابع حاجة الكريونز دي او اقلام التلوين دي مصنوعة من ايه اصحابي شطرين مصنوعة من الوود الوود او الخشب وزي ما احنا شايفين هي مصنوعة من الوود واخر حاجة عندنا الشوز دي ممكن تكون مصنوعة من ايه الشوز دي اصحابي شطرين مصنوعة من الفابريك من الفابريك او القماش ويبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج نومبر ناين او صفحة رقم تسعة وعنوانها ماي نيو كرياشن ماي نيو كرياشن يعني ابتكاري الجديد ماي يعني ملكي نيو يعني جديد كرياشن كرياشن يعني ابتكار يعني ابتكار جديد فكرة جديدة انا عملتها وعملت على أساسها صممت شيء جديد ما كانش موجود قبل كده ده اسمه الكرياشن وبيقول لنا هنا درو ارسل يور ايديا يور ايديا يعني فكرتك الفكرة بتاعتك فور نيو كرياشن لابتكار جديد درو ارسل زا ديفرنت ماتيريالز المواد المختلفة يو بلان تو يوز يو بلان يعني انت تخطط تو يوز تو يوز يعني انت تستخدم فانا بيقول لك حاول تبتكر حاجة وتفكر في حاجة جديدة انت اول مرة هتعملها ممكن تكون مثلا لعبة جديدة ممكن تكون اداية مثلا من الادوات اللي في البيت حواليك هتجمعها على بعضها مجموعة ادوات مدرسية مجموعة اشياء وهتعمل منها نيو كرياشن او ابتكار جديد وبعد كده تحت الكرياشن الجديد بتاعك ده اللي انت هترسمه او الابتكار الجديد ده اللي انت هترسمه هترسم الماتيريالز او المواد اللي انت هتستخدمها في تصنيعه فممكن تكون ممكن تكون ممكن تكون جلاس ممكن تكون وود ممكن تكون متال فترسم المواد اللي انت هتصنع منها النيو كرياشن ده تحت الصورة بتاعت الابتكار بتاعك اللي انت هترسمها هنا والكلمات الجديدة هنا نيو يعني جديد كرياشن يعني ابتكار ديفرنت يعني مختلف بلان بلان يعني خططة يوز يعني يستخدم وبكده نكون انهينا بيج نومبر ناين وانهينا معاها الدرس الرابع ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج نومبر 10 او صفحة رقم 10 وليسون 5 او الدرس الخامس وعنوان البيج دي بوش بوش يعني ادفع بول بول يعني اسحب جراف جراف يعني مخطط او رسم بياني فهنا بيقول لنا ده جدول للحاجات اللي احنا ممكن نكون بنحركها بالزق او بالدافع والحاجات اللي احنا بنحركها بالسحب او بالشد وطبعا بوش زي ما قلت يعني ادفع يعني نزوء حاجة معينة وبول يعني اسحب يعني نشد حاجة معينة وجراف زي ما قلتلكم معناه جدول او مخطط فهنا هو جدول وطبعا بيقول لنا هنا كاونت كاونت يعني عد يور ايتمز يور ايتمز يعني العناصر بتاعتك زن ثم بعد ذلك كالر لون انزى ريكتانجلز في المستطيلات تشو لتوضح هاو ماني كم عددها فهو هنا بيفترض يا اصحابي اني انا مثلا قلتلكم امو جمعوا شوية اشياء او شوية حاجات او شوية ايتمز موجودة حواليكو في الروم اللي انتو فيها دلوقتي وتكون الحاجات دي فيها حاجات بتتحرك بالبوش او بالزق او بالدفع وحاجات تانية بتتحرك بالبول او بالصحب او بالشد وحاجات تالتة بتتحرك بالاتنين بالزق او بالصحب فانتو هتقوموا دلوقتي تجمعوا شوية الاشياء دول وبعد كده هنشوف كل شيء منهم هنحط الاشياء هنشوف الاشياء اللي احنا بنحركها بالزق بس ما ينفعش تحرك بالصحب مثلا زي مثلا لو عندنا مثلا كورة بول صغيرة فاحنا مش هنفع نشدها نحيطنا لكن احنا ممكن نزقها او نعمل لها بوش او نعمل لها بوش عشان تتحرك ممكن تاني حد يبقى مثلا جاي بجاكته فيه سوستة السوستة دي ما ينفعش ان احنا نزقها احنا بنسحبها علشان نقفل بيها الهدوم ممكن حد تالت يجيب مثلا يويو عارفين اليويو اللي هو بنعلقه في ادنى وبنحركه لتحت ويتزق وبعدين بيرجع تاني فده بيتحرك بالسحب وبالدفع يعني بيتحرك بالبوش او بالدفع وبيتحرك بالبول او بالسحب وفي حاجات بتتحرك بالحاجتين زي ما قلتلكم على اليويو ده فانا هنحطه في الريكتانجل بتاع البوش وانا عندنا زي ما احنا شايفين هنا التابل ده بوش يعني الدفع او الزق وبول يعني السحب او الجر وبوش يعني كلاهما يعني كل الحركتين مع بعض وهنشوف الاشياء اللي احنا جمناها لو عندنا ايتم واحد او عنصر واحد بيتحرك بالبوش فهنلون هنا المربع اللي قدامه رقم واحد ده طب لو اتنين يا مستر هنلون المربع اللي قدامه اتنين طب لو تلاتة يا مستر هنلون المربع اللي قدامه تلاتة بس ده في الخانة بتاع البوش بس فالعدد بتاع الاشياء اللي بتتحرك بالبوش او بالزق بس او بالدفع بس هنلون قدام عددها الريكتانجل اللي موجود قدام العدد بتاعها طب الحاجات اللي بتتحرك بالبول او بالسحب لو هما واحد هنلون الريكتانجل اللي قدام رقم واحد طب لو هما اتنين هنلون الريكتانجل اللي فهما اللي هوا موجود قدام رقم اتنين او 2 لحاد رقم عشرة فطبعا كل ريكتانجل في عدد معylه هنلون الريكتانجل اللي قدام العدد ده طب لو في ايتمز بقى أو في مارس ريكتانجل انت جبتها ايضاً نتحرك بالبوش في بوش أو بالدفع وممكن تتحرك بالبول أو بالسحب عمال Enlight let's push في خرافة ممكن تتحرك بالشكلين طبعاً، هنا بقطرة 모 viens د��ח parties وإن حكناً، كلاهما ايضاً إعدادهم 2 يكون قدام رقم رقم 2 حكناًAR Increase قدام الت��م 여러분 تركبز' ده اللي قدام رقم اربعة وبكده نكون عرفنا الفرق بين حركة الدفع او حركة البوش وحركة السحب او حركة البول وعرفنا شكل الحركتين والكلمات الجديدة هنا بوش يعني دفع بول يعني سحب جراف يعني جدول يعني مخطط count add your items عناصرك زن ثم بعد ذلك color يعني لون rectangles يعني المستطيلات show توضح how many كم عدد كم العدد بتاعهم وبكده نكون انهينا شرح lesson 5 او الدرس الخامس ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 11 او صفحة 11 وده lesson 6 او الدرس السيدس وعنوانها how it move how يعني كيف it move هي تتحرك او هو يتحرك طبعا وهنا بيكلمنا عن الاشياء المختلفة how it moves يعني كيف تتحرك وبيقول لنا هنا put put يعني ضع an x هتحط علامة x in the column في العمود for push للدفع pull السحب or post او كلاهما هنا جبنا مجموعة صور خمس صور لاشياء مختلفة زي table اللي فات بالضبط object object يعني عنصر وطبعا مقسم لك الحركة لثلاث اشكال زي ما احنا خدناها من شوية pull pull يعني اسحب او بحركة السحب push push يعني حركة الدافع بالزق يعني و post post يعني كلاهما طبعا اول حاجة زي ما قلتلكو المثل بتاع السوستة طبعا السوستة هنا بتتحرك بال push او لازم امسكها واشدها علشان اقفلها او لازم امسكها واشدها علشان افتحها فدي بتتحرك بحركة السحب والسحب يعني ايه اصحابي شطرين يعني pull فنعمل هنا x تحت كلمة pull كده نكون حلينا ال object ده نشوف الصورة التانية طبعا هنا وصديقتنا دي رجبة المرجحة او رجبة ال swing او بتعمل swinging وبتتمرجح وطبعا ممتها بتزقها هنا الحركة دي اللي بتحركها لها دي بتبقى pull push بالزق او بالدفع ولا pull pull بالسحب ولا post كلاهما شطرين هي بتزقها علشان تخليها تطلع قدام وترجع تاني فهنا الحركة دي حركة push او الدفع فانعمل هنا علامة x تحت كلمة push بالصورة الثالثة صورة لامب دي او البجورة دي طبعا هنا فيه خيط او حبل نازل منها الناس بتشدوا علشان تخليها تنور ولو عايزين يطفوها بيشدوا تاني فهي بتطفي فطبعا ده حركة push ولا حركة pull ولا post شطرين دي حركة pull لازم تتشد علشان تتفتح او تتقفل فانعمل هنا x تحت كلمة pull او سحب علشان احنا بنستخدمها عن طريق استخدام حركة السحب طب هنا الصورة دي لصدقتنا ومعاها كار او سيارة صغيرة بتلعب بيها ممكن تزقها لقدام تطلع قدام ممكن تشدها وترجعها لورا فهترجع وراء فلي ينطبق عليها push الدفع ولا pull الصحب ولا post كلاهما شطرين post كلاهما لان هي ممكن تزقها فهتتزق ممكن تسحبها او تشدها فهتتسحب او هترجع لوراء فانعمل هنا x تحت كلمة post او كلاهما ثم واخر حاجة هنا طبعا هنا في الاليفيتور ده او في الليفت ده في الاسنسير ده او في المسعد ده هو بيضغط على الازرار علشان يتحرك بالاسنسير فطبعا الضغط ده push دفع ولا pull صحب ولا post كلاهما شطرين push دفع لان هو بيزق الزرار علشان الاسنسير يتحرك فهنا دي حركة push او دفع ونعمل هنا x تحت كلمة push وبكده نكون انهينا البيج دي وانهينا معها شرح lesson 6 او الدرس السادس ونشوف البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج نومبر 12 او صفحة 12 وعنوانها ramps ramps او المنحدرات المنحدرات اللي هي الاسطح الميلة انتو طبعا عارفين الاماكن او الارض اللي ممكن تكون ميلة في اتجاه معين ده اسمه ramp ramp يعني منحدر يعني ارض ميلة ممكن تكون ارض ميلة ممكن تكون زحليقة زي ما احنا شايفينه قدامنا هنا في الصورة ممكن تكون ارض ميلة بشكل تاني زي اللي بيتحرك عليها الراجل ده اللي قاعد على الولشير او على الكرسي بالعجل ده ممكن تكون ارض ميلة بشكل تاني زي صدقنا ده اللي بيعمل سكيتنج على الارض دي ممكن تكون ارض ميلة تاني زي البرج ده او بالجسر ده المهم ان ramp ramp يعني ارض ميلة مش مستوية مش مفروضة قدامنا ده اسمه ramp فهنا بيقول لك ramps ramps يعني المنحدرات الاسطح المائلة وهنا بيقول لنا look يعني انظر closely closely عن قرب closely عن قرب at the pictures at the pictures على الصور discuss discuss يعني ناقش with your class مع اصدقائك الفل فصل وزي ما وضحت لكم من شوية ramp ramp يعني سطح مائل فانه هو في الصور المختلفة الاربع دول بيوريلك اشكال ramps او الاسطح المائلة اللي موجودة بيوريلك كل واحدة في يوم شكلها عامل ازاي وزي ما احنا شايفين قدامنا كل مكان ramp high او كل مكان السطح المائل ده مرتفع شوية كل مكان الجسم اللي بيتزحلق عليه او بيتضحرج عليه بيتحرك لمسافة اطول يعني انتو شايفين هنا مثلا لو الميل قليل شوية لو انت بتتحرك عليه وبتعمل سكيتنج او بتتزحلق زي صدقنا ده مش هتتتحرك ومش هتجري وتوصل مسافة طويلة قوي لكن لما يبقى الرامب او المنحدر عالي بشكل كبير طبعا وانت بتعمل عليه سكيتنج تتزحلق عليه هتتحرك لمسافة اطول والكلمات الجديدة هنا ramp ramp يعني منحضر ramps ramps يعني منحضرات يعني اسطح مائلة look انظر closely and curb discuss discuss يعني ناش ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 13 او صفحة 13 وعنوانها ramp results ramp يعني منحضر يعني سطح مائل زي ما عرفنا من شوية results result الوحدها بمعنى نتيجة results يعني نتائج فهنا بيقول لنا نتائج المنحدرات او الشكل اللي هتتضحرك به الحاجات المختلفة على المنحدرات او على ramps فهنا بيقول لك experiment experiment يعني قم بتجربة with different objects مع العناصر المختلفة record سجل your results النتائج اللي انت هتوصل لها وهنا هنا جاب لنا 6 objects او 6 عناصر وكاتب هنا rules rules يعني يتضحرك slides slides يعني ينزلق وزي ما احنا عرفنا في الدرس اللي فات الفرق بين يتضحرك او rules وينزلق او slides طبعا مراجعة سريعة rules او يتضحرك الحاجة اللي بتلف حوالين نفسها زي الكورة زي اي مثلا زجاجة ملفوفة حوالين نفسها لما تيجي تزقها او تلعب بيها بتلف حوالين نفسها على كل جوانبها مش على جانب واحد فده اسمه rules rules يعني يتضحرج طب slides slides يعني ينزلق يعني ايه slides slides الحاجة اللي بتتحرك بس اللي بتتحرك على جانب واحد زي ما تزقها حاجة معينة فهي ما بتلفش حوالين نفسها هي بتتحرك وبتتزحلق بس على جانب واحد ده اسمه slide او slides وهي طبعا اول حاجة او اول object في العناصر هنا هو البنسل ده طبعا البنسل ده لو حبينا نزقه او حبينا نحركه على منحضر هيعمل rules هيتضحرج حوالين نفسه ولا هيعمل slides سلايدز يعني هينزلق على جانب واحد ده الكلام ده لو احنا بنحركه على رامب او على منحضر على ارض ميلة هيحصل له ايه اصحابي شاطرين هيحصل له rules هيتضحرج حوالين نفسه فهنعمل هنا علامة صحة تحت كلمة rules دي لانه هو هيتضحرج حوالين نفسه على الرامب ده طب هنا البنسل الطويل ده هيحصل له ايه نفس النتيجة هيتضحرج حوالين نفسه برده لانه هو هيلف حوالين نفسه على الرامب ده فهنعمل هنا علامة صحة تحت كلمة rules طبعا عندنا هنا البلوك ده البلوك ده او القالب ده لو انت حطيت القالب ده وزقيته من على ارض منحدرة ارض ميلة شوية هيتضحرج حوالين نفسه ولا هيتضحرج على جنب واحد ويبقى slides شاطرين هو هيحصل له slides لانه هو مش هيتضحرج حوالين نفسه وهو هيتضحرج على جنب واحد فهنعمل هنا علامة صحة تحت كلمة slides طب بالنسبة للكريون ده او قلم التلوين ده بدون القالب ذowie لما تضحقوا على رامب او تحرقوا على رامب او ارض ميلة هيتضحرج على زن اつ hi شاطرين هيحصل له رولز او هيتضحرق حواليه نفسه هنأمل هنا علامة صح تحت كلمة رولز طب عندنا الكليب ده الكليب ده او المشبك ده بتاع الورق لو انت حركته على رامب رامب او منحضر او قرد ميلة هيحصل له رولز رولز يعني هيتضحرق ولا هيحصل له سلايد 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 يعني ينزلق شاطرين هيحصل له سلايد لانه هو مش هيلف حواليه نفسه بس هيتضحلق على جنب من اجنابه فبالتالي هو يحصل له سلايدز فانأمل هنا علامة صح تحت كلمة سلايدز طب اخر حاجة البول دي او الكورة دي لما اتحركها على رامب او على منحضر هيحصل لها رولز هتضحرج ولا هيحصل لها سلايدز سلايدز هتنزلق شاطرين هيحصل لها رولز او هتضحرج وهنعمل هنا علامة صح تحت كلمة رولز وبكده احنا عملنا الاكسبرمنت الاكسبرمنت او التجربة وطبعا ده كان بالدفرنت اوبجيكتز ديفرنت يعني مختلف وابجيكتز يعني عناصر وعملنا ريكورد كمان او سجلنا الريزلتز او النتائج لما عملنا علامة صح تحت كل حركة من الحركات لكل عنصر والكلمات الجديدة طبعا متضمنة كلمة رامب رامب يعني منحضر او ارض مائلة او سطح مائل وريزلتز يعني نتائج ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 14 او صفحة 14 وعنوانها جو زا ديستنس جو زا ديستنس يعني مسافة الزهاب المسافة اللي هتتحرك فيها وانا بيقول لنا وبيكلمنا عن المسافة اللي هتتحرك فيها الاجسام لما تنزل على منحضر او على رامب معين وزاي ما قلتلكو كل مكان الرامب اعلى او كل مكان المنحضر مسافته عالية ومائل اكتر لما تيجي تحرك اي جسم عليه ويوصل للارض المستوية هيفضل يتحرك لمسافة اطول وعلشان نعمل التجربة دي عايزكو تحضروا وانتو قاعدين كده بتسمعوني شوية حاجات وتحطوها فوق بعض وتعملوا رامب صغير او منحضر صغير وياريت تجيبو شريط او خيط من الخيوط اللي عندكو وتخلوها نازلة من على الرامب ده او من على المحضر ده كأنها خط ونازلة على سطح الارض وماشية مكملة علشان تقيسوا مسافة اللي هتتحركها الحاجات بعد ما تنزل من على الرامب ده او المنحضر ده وتفضل مكملة على الارض فاحنا هنعمل زي ما قلتلكو التجربة الصغيرة دي وانتو بتسمعوني اعملوا بوز للفيديو او وقفوا الفيديو ثانية واحدة وقوموا هاتو مجموعة حاجات وحطوها فوق بعض واعملوا رامب او اعملوا منحضر صغير خلوه على شكل مثلا زحلي اصغر نانا اعملوا خيط مشوعة عليها كده او شريط مثلا نزلوا عليها وخلوه مكمل على الارض ده العادية المستوية العادية وبعد كده هاتوا حاجة من الحاجات اللي بتتضحرج على المنحدرات دي او على الرامب ده هاتوا حاجة من الحاجات اللي ممكن تتضحرج على الرامب ده وخلوها تتضحرك على الرامب وتفضل ماشية مكملة على الشريط شوفوا هتمشي مسافة قد ايه وبعد كده حاولوا تعلوا الرامب ده شوية وتخلوه مائل اكتر وخلوا برضو الشريط موجود عليه وهدوا نفس الحاجة اللي انتم حرقتوها من عليه أو زائتوها من عليه وزقوها عليه مرة تانية وشوفوها تمشي مسافة أبعد ولا لأ بعد ما توصل على الأرض وطبعا هتعرفوا ده عن طريق الشريط أو الخيط اللي احنا ماشيينه على الرامب ده فهيبنلكوا أن كل ما كان الرامب أعلى أو كل ما كان المنحدر أعلى كل ما كان الدستانس أو المسافة اللي بتتحركها الأجسام أو الأوبجيكتز أو العناصر اللي بتتزحلق على الرامب ده أو بتتحرك عليه بتبقى أطول وهنا بيقول لنا complete يعني أكمل each part كل جزء with the teacher مع المدرس وطبعا هنا مكتوب ramp يعني منحضر وheight ارتفاع فهنا بيوريك أن الرامب هنا لما بيبقى مرتفع أكتر طبعا الميل بتاعه بيبقى مائل أكتر وبالتالي الحاجة لما بتيجي تتحرك عليه بتتحرك بشكل أسرع فلما بتوصل للأرض المستوية بتتحرك لمسافة أطول على عكس الرامب أو المنحدر اللي بيبقى مش عالي قوي فبيبقى الميل بتاعه مش جامد قوي فلما تتحرك عليه حاجة تبدل تتحرك وتوصل للأرض المستوية ما بتتحركش لمسافة طويلة زي الرامب العالي أو المنحدر العالي وهنا بيقول لك ماتيريالز ماتيريالز المواد ارسم المواد اللي انت هتستخدمها طبعا احنا هنعمل تجربة اللي انا قلتلكوا عليها هنا وهنعمل رامب صغير كده ونجرب عليه الأول طبعا وهنحط عليه خيط أو شريط يقسلنا الحاجة بعد ما تتزحلق على الرامب ده وتنزل وتوصل على الأرض هتمشي قد إيه وعيكيا نحاول نخلي الرامب ده أعلى شوية وميله أكبر شوية ونحط عليه نفس الشريط اللاصق او نحط عليه نفس الشريط ونشوف الحاجة لما تضحرج عليه او لما تتزحلق عليه وتوصل للأرض المستوية هتتحرك لمسافة عاملة ازاي هتلاقوها مسافة أطول لان كل ما الرامب بقى عالي او كل ما المنحدر بقى عالي كل ما مسافة الحاجات لما بتتحرك من عليه وتوصل على الأرض بتبقى أطول وانا بيقول لك results results يعني النتائج compare compare يعني قارن the tab the tab الشريط زي ما قلت لكم هنعمل شريط on your strengths strengths يعني التجربتين او الحاجات اللي انت عملتها الخطوات اللي انت عملتها فانت هتكارن بين التجربة الاولانية على المنحدر الاولاني والتجربة التانية او المنحدر التاني اللي كان اعلى شوية واللي احنا قلنا عليه هنعمله بعد كده ونشوف المسافات بقى عاملة ازاي بعد كده بيقول لك سيركل سيركل داع دائرة which ramp اي منحضر من منحضرين دول او اي سطح مائل من السطحين دول made the object made the object خلى العنصر rule further rule يعني تضحرج further further يعني ابعد فهنا طبعا احنا عرفنا ان كل ما الرامب باع عالي وكل ما المنحضر باع عالي ومائل اكتر كل ما ال object او العنصر اللي هنحركوا عليه هيروح مسافة ابعد وانا بيقول لك i learned انا تعلمت that 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 makes my object جعل العنصر بتاعي rule تضحرج a longer distance مسافة اطول longer يعني اطول distance يعني مسافة والكلمات الجديدة هنا go the distance يعني مسافة الزهاب طبعا او مسافة بتاع التضحرج هو هنا بيكلمنا عن مسافة التضحرج complete اكمل teacher مدرس part جزء ramp يعني منحضر او سطح مائل height height يعني ارتفاع results results يعني نتائج compare compare يعني قارن tab tab يعني شريط اللي احنا بنقيز بالمسافة في التجربتين circle strength يعني سلاسل او مجموعة خطوات وهنا بيتكلم عن التجربتين اللي احنا عملناهم circle circle يعني ضع دائرة further further يعني ابعد i learned انا تعلمت longer at well distance مسافة وبكده نكون انهينا page 14 او صفحة 14 انهينا معها شرح lesson 7 او الدرس السابع ونتنقل ال page اللي بعد كده خليكم معي ونوصل ل page 15 او صفحة 15 وقبل مشرح الجزء ده احب افكرك واقولك انك تشترك في القناة واتفعل جرز الاشعارات علشان يوصلك كل جديد ونذاكر مع بعض اول بول وما تنسوش لو حابين تستفيدوا بالخصم الحصري اللي عمله موقع جميع لمشتركي قناة فلاش التعليمية والخصم ده بيوصل لخمسين في المية على كل المنتجات الموجودة على الموقع لازم تدخلوا على الموقع عن طريق اللينكات الموجودة في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو علشان تاخدوا الخصم ده والخصم ده زي ما قلتلكو بيوصل لخمسين في المية وبيج 15 او صفحة 15 عنوانها on a roll on a roll يعني حركة الاشياء وده عنوان الشابتر اللي احنا بنذكره دلوقتي وهو شابتر 1 وانا عايز اقول لكم يا اصدقائي بالنسبة لاصحابي اللي بيسألوني عن حفظ الكلمات في التعليقات طبعا احنا مش مطلوب نحفظ كل الكلمات احنا بس لازم نبقى عارفين المعلومة ونفهمها كويس جدا لان فيه كلمات كتيرة هتتكرر معاك بمرور الوقت في مناهج discover في المراحل المختلفة المهم ان انت تبقى فاهم المعلومة وتستفيد من الدرس كويس ولما تسمعوا مرة تانية تبقى فاهم ايه اللي بيتقال لان الحفظ مش هو الاساس الفهم هو الاساس فانا عايزكم تحفظوا الكلمات الاساسية اللي بتتكرر في كل الصفحات وبالنسبة للكلمات الجديدة هتحفظوها واحدة واحدة بتستعجلوش زي ما قلتلكو اهم حاجة ان احنا نفهم في الاول بقى كده الحفظ هيجي الواحدة فدي بيج نمبر 15 او رقم 15 وده لسون 8 او الدرس الثامن ان ارول يعني حركة الاشياء او في حركة دايما وانا بيقولك سيركل يعني ضع دائرة زي اوبجيكت حول العنصر يو ثنك يو ثنك انت تعتقد ويل رول انه هيلف هيتضحرج بست افضل ان ارامب ان ارامب على المنحضر على السطح المائل طبعا هنا في عندنا 3 عناصر او 3 اوبجيكت طبعا في هنا كيوب او مكعب وفي هنا كان كان طبعا احنا عارفينها زي الكنزات اللي احنا بنشرابها وفي هنا بول بول او كرة اي انصر من العناصر الثلاثة دول يا اصحابي لو احنا حركناها على رامب اللي هو السطح المائل يعني هتضحرج وهتعمل رول بشكل افضل طبعا البول هي اطباء افضل واحدة فيهم لانها مدورة فهتتضحرج بسرعة اكبر وبشكل افضل فبالتالي هنعمل سيركل حوالين البول الجميلة دي والكلمات الجديدة هنا think يعني يعتقد best يعني افضل ونتنقل البيج اللي بعد كده يخليكم معي ونوصل لبيج 16 او صفحة 16 ونشر وعنونها my ideas on a roll my ideas يعني افكاري on a roll عن حركة الاشياء يعني الحاجات اللي بتتضحرك حواليه او بتتحرك حواليه فهو بيكلمك هنا افكارك واراءك عن حركة الاشياء حواليك وبيقولك هنا draw draw يعني ارسم your plan for a rolling object for a rolling object يعني لتضحرج عنصر معين حتى ايه خطتك ان انت تضحرج عنصر معين فانت لازم ترسم هنا مثلا منحضر او ramp زي ما احنا خدنا من شوية وطبعا انت هترسم طبعا العنصر اللي انت هتحركه على الرامب ده سواء كان بول كورة سواء كان pin او pencil ألم رصاص او ألم جاف سواء كان block آلب سواء كان كيوب زي ما خدنا من شوية مكعب ال object اللي انت هتختاره علشان تخليه يعمل رولنج او يتضحرج على الرامب ده وهترسم الكلام ده في البوكس هنا وده هتبقى your plan يعني خطتك والكلمات الجديدة هنا ideas ideas يعني افكار plan يعني خطة rolling يعني ضحرجة object object يعني عنصر وكي نكون انهينا page 16 وانهينا معاها الدرس الثامن ونتنال ال page اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل ال page 17 او صفحة 17 وده الدرس التاسع وده اخر صفحة في شابتر 1 الفصل الاول في كتاب discover الترم التاني وعنوانها lets roll lets roll يعني دعنا نضحرج خلينا نضحرك حاجات خلينا نخلي حاجات تضحرك وتنزلق على ramps مختلفة على منحضارات وعلى اسطح مائلة مختلفة وانا بيقولك circle circle يعني ضع دائرة how many يعني كم عدد box box كتب كم كتاب انت هتستخدمه your group المجموعة بتاعتك المجموعة بتاعتك your group المجموعة بتاعتك will use سوف تستخدم record record يعني سجل your results your results يعني نتائجك وانا بيفترض ان انت واصدقائك في الفصل اتقسمتوا المجموعات وكل مجموعة هتختار عدد معين من الكتب زي ما احنا عملنا في التجربة اللي احنا عملناها من شوية في البيت واحنا هيحط الكتب دول فوق بعضهم وبعدين هيعملوهم كأنهم سطح مائل كأنهم ramp علشان يخلوا الحاجات تتضحرج عليها وطبعا هيستخدموا في اثناء التجربة دي الشريط او الشريط اللازق او الفتلة اللي احنا قلنا عليها اللي هنستخدمها ونقيس الحاجات هتتتحرك مسافة قد ايه وهو في الصفحة دي لسه بيكلمك عن ان كل ما الرامب او كل ما المنحضر بقى عالي وبقى مائل اكتر كل ما الحاجات لما بتيجي تنزلق عليه او بتعمل عليه رولنج وبتوصل للارض بتجري وبتمشي مسافة اطول فانا بيقولك انتو تقسمتوا المجموعات كل مجموعة هتختار عدد معين من الكتب وعشان تعمل الرامب بتاعها عشان تعمل عليه التجارب دي هتعمل تلات تجارب وبعد كده بيقولك record record يعني سجل your results يعني النتائج بتاعكو فهتعمل هنا دايرة حوالين مجموعة الكتب اللي انتو هتخدوها او اللي انتو هتستخدموها في التجربة دي ثاني حاجة هنا بيقولك results النتائج circle your results ضع دائرة حوال النتائج بتاعكو وهنا موجود test 2 الاختبار التاني او تجربة التانية was can't longer اطول or shorter shorter يعني اقصر than test one انتو عملتو دلوقتي تلات تجارب زي ما قلنا التجربة الاولانية لما ضحرقتو الجسم اللي انتو هتختاروه من على الرامب بتاعكم هينزل وهيتضحرج ويوصل لحتة معينة على الارض هتعملو علامة بالالامة على الشريط اللي هو ماشي على الرامب ومكمل على الارض بعد كده في التجربة التانية هتعملو نفس الحركة هتضحرجو الجسم ده على الرامب ده وهيوصل لمسافة تانية هتعملو عليها علامة دي test rq2 في test 3 او في الاختبار التالت احرجو برضو نفس الجسم او الجسم تاني على الرامب بتاعكم وهتشوف ويمشي مسافة ده ايه وبعدين هتعملو العلامة بتاعت التست التالت على الشريط يبقى انتو عارفتو كده 3 نتائج فهنا بيقولك test 2 او الاختبار التاني كان was longer اطول ولا shorter او shorter اقصر than test 1 كان اطول ولا اقصر من التجربة الاولانية او الاختبار الاولاني طبعا انتو هتعملو circle حوالين longer لو كان اطول ولو كان اقصر هتعملو circle حوالين shorter طب بيقولك هنا في الاختيار التاني ايه test 3 الاختبار التالت was was can longer اطول or او shorter اقصر than من test 2 طبعا انتو هتشوفو test 3 كان اطول من test 2 ولا اقصر منه لو كان اطول منه هتعملو longer وهتعملو حواليها circle لو كان اقصر منه هتعملو circle حوالين shorter ورتر طب واخر حاجة test 3 الاختبار التالت was can longer اطول or shorter او اكصر than test 1 من test 1 ولو كان تاتيار هتعملو circle حوالين Longer ولو كان shorter هتعملو circle حوالين shorter والكلمات الجديدة هنا group group يعني مجموعة record ريكورد يعني سجل ريزلتس ريزلتس يعني نتائج لونجر لونجر يعني اطول شورتر شورتر يعني اقصر وتست طبعا يعني اختبار وبكده نكون انهينا الدرس التاسع وانهينا شابتر وان كله واتمنى انتو تكونوا استفدتوا من الدرس النهاردة لو استفدت من الدرس اعمل لايك والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وهتفرق معه كتير وانت مش هتخسر حاجه بس غيرك هيستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته